ده بالنسبة للطقس ودرجات الحرارة تعالوا بقى نروح نتابع مع بعض آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وكل فرق مختلفة وكافة ما فيه من أنشطة مع زميرتنا العزيزة مرستتنا مريم ساميح المتواجدة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة مريم صباح الفل عليك وقلنا إيه الأخبار عندك وإيه الأجواء صباح الفل عليك يا كريم بصبح عليك وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة وتحديدا من داخل ملعب مختار التيتش هيكون معنا يعني كل الجديد في النادي الأهلي سواء على الأخبار الاجتماعية الأخبار الرياضية وكمان الأجواء الموجودة هنا في النادي خلينا الأول يا كريم نبدأ بالأجواء في النادي الحقيقة أن النهاردة يعني إقبال الأعضاء يمكن أقل كثافة عن الأيام الماضية كمان يمكن عايزين نتكلم عن درجة الحرارة النهاردة يمكن مرتفعة شوية حاليا بتتروح ما بين 32 ل 33 درجة ولكن في الساعات المقبلة أو تحديدا بدءا من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساءا هتكون درجة الحرارة بتتروح حوالي أو هتكون 38 درجة كمان عايزين نتكلم عن الطرق المحيطة الموجودة حول النادي أو الطرق المؤدية لا النادي أو المقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة يمكن أغلبها بيها السيولة مرورية سواء يعني شوارع الدقي أو العجوزة أو أصر النيل ولكن يعني كالعادة فيه كثافة مرورية في الطرق المؤدية أو طرق الدائري ومحور 26 يوليو وكمان كوبري 6 أكتوبر يمكن دي كريم الزحام بيكون فيها لأن هي طرق رئيسية وكل الناس بتكون ماشية منها فده بيسبب الزحام ولكن الطرق اللي احنا قلنا عليها في الأول سواء العجوزة أو الدقي أو أصر النيل بهم سيولة مرورية كبيرة فيمكن يعني لأي حد جاي نادي يمكن أن هو يستغل هذه الطرق كمان عايزين نتكلم عن الأعضاء هنا في النادي يمكن استغلوا طوال فترة الأجازة اللي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم علشان يكون هنا أو يمرسوا رياضة المشي استغلالا لأجازة الفريق داخل ملعب مختار التيتشو وده اللي موجود النهاردة فعلا من جميع الأعمار كبار السن والشباب موجودين علشان يمرسوا رياضة المشي ننتقل بقى دلوقتي لأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة بيتسو موسي ماني خلاص يعني يمكن ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن انتهاء الأجازة اللي حصل عليها لمدة ستة أيام منذ يوم الجمعة المضيع عقب الودية اللي أقيمت ما بين الأهلي وما بين مصر التأمين خلاص يعني يمكن دلوقتي الهزار خلص والأجازة خلصت وإن شاء الله بدءا من غدا أول ميران للنادي الأهلي داخل ملعب مختار التيتش هيكون موجود ده طبعا استعدادا لملاقات التراجي يوم 19 في دوري أبطال إفريقيا يمكن بيتسو موسي ماني هتكون الفترة اللي جاية دي فترة مهمة جدا فترة صعبة مش سهلة تماما كمان عايزين نتكلم أن أغلب اللاعبين ابتدوا العودة من المدن السحلية اللي سافروا ليها بدءا من يوم الجمعة المضية خلاص كلهم يعني أوشكوا على الوصول وفي منهم وصل بالفعل عايزين كمان نطمن الناس في نقطة مهمة جدا يعني يا كريم لأن كل الناس كانت قلقانا أنه يكون فيه تأثير على مستوى اللاعبين بسبب صفارهم ولكن الحقيقة هم قرروا أنه هم يطمئنوا اللاعبين ويشاركوا أنه هم برضو كانوا بيخضعوا لبعض التمرينات يعني ما كانش فيه راحة سلبية تماما زي ما كل الناس كانت فاكرة أنه هم بس خصصوا الأجازة دي للفصحة أو كده ولكن كان فيه يمكن كله استغل أن يكون فيه ووركاوت أو يكون فيه تدريبات خفيفة في الجيم وده يمكن يطمئن الجمهور شوية أنه هم هيكونوا برضو على قد المستوى أنه هم يكونوا برضو راجعين يعني زي ما بنقول كده في الفورمة كمان عايزين نتكلم عن أفشا أنه هو الحقيقة هيكون فيه احتمال كبير جدا يعني بيصل للنسبة كبيرة جدا أنه هو يكون موجود فيه مباراة التراجي يوم 19 لأنه هو الحقيقة خضع طوال الفترة الماضية ولسه كمان موجود يعني في هذه التمرينات أنه هو بيخضع له الجلسات الاستشفائية يعني يوم بعد يوم الحقيقة أن أفشا يعني حتى برضو بيشارك مع جمهوره عبر حسابه على انستجرام أنه هو كل يوم الحقيقة بيستغل كل الفترات الموجودة بتاعت الإجازة عشان يلحق بالمباراة المقبلة كمان وإحنا موجودين النهاردة عايز أقولكم أن فيه لعيبة بالفعل ابتدت التواجد علشان تتمرن في الجيم زي محمود كهرباء زي كمان محمد محمود زي محمود وحيد وكمان أحمد نبيل كوكا يعني كل هؤلاء متوجودين النهاردة منذ الصباح الباكر منذ حوالي الساعة الثمانة والنصف وكمان التساعة علشان يخضعوا لتمرينات يعني علشان استعدادا لميران غدا واستعدادا للفترة المقبلة كمان طبعا احنا النهاردة اخترنا كمان يعني الخروج عليكم من ملعب مختار التتش عشان نشوف زي ما هنشوف دلوقتي معانا طبعا ومن خلفنا التجديدات اللي حصلت خلال الفترة الماضية برضو والقائمين على النادي والقائمين على التجديدات ومجلس الإدارة الحقيقة كان موجود كبير جدا علشان يكون فيه تجديد لملعب مختار التتش يعني الحقيقة لعبه الأهلي هيكون في انتظارهم شكل جديد لملعب مختار التتش تم طبعا تركيب كشفات انارة جديدة تم وضع الصور الشهداء كاملة وتم وضع لوجو جديد للأهلي كمان في المدرجات وتم وضع كلمة لن ننساكم طبعا تعبيرا عن الشهداء ده كله كان بيتم التحضير ليه يمكن طبعا ما كانش في يوم وليلة يا كريم ولكن كان خلال الأسابيع الماضية ولكن الحمد لله أصبح المدرج جاهز وده تم تجديده كامل وزي ما احنا قلنا تم وضع زي ما احنا شايفين معانا طبعا في الصورة من خلفنا كشفات انارة جديدة وصور الشهداء وكمان لوجو الأهلي الجديد ننتقل دلوقتي لأخبارنا على المستوى الاجتماعي طبعا لأن دايما النادي الأهلي بيكون ليه همية كبيرة جدا وليه مشاركة كبيرة جدا على المستوى الاجتماعي وده طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب ورياضة والنادي الأهلي كمان اللجنة العليا للجان أعلنت عن مهرجان إبداع لمراكز الشباب والأندية للموسم الثالث اللي بتنظمه وزارة الشباب ورياضة طبعا وذلك فيه يعني مجالات مختلفة جدا عايزيني أقول أبرز المجالات اللي موجودة هتكون تمثيل وأفلام قصيرة عصف وغناء وإنشاء الديني كمان ترانيم شعر المراسل الإذاعي والتلفزيوني كمان الموالي الشعبي والفنون التشكيلية المهارات كمان الحركية المواهب الرياضي على كل المستويات وعلى كل فئات الابتكارات العلمية وكمان المعلق الرياضي وكمان أعلنت الصفحة الرسمية الحقيقة للنادي الأهلي لمجتمع الأهلي عن الموقع الرسمي للمهرجان وإزاي أعضاء النادي الأهلي يقدروا يشتركوا فيه خلال الفترة المقبلة طبعا عايزيني نقول أن معروف أن النادي الأهلي مليء بالمواهب على كل هذه المستويات إن شاء الله يكون مهرجان إبداع فني يعني الأهلي للكلمة العليا فيه أخيرا يعني عايزيني نقول أن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي خسر أمام الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نصف نهائي دوري سوبر للمحترفين واللي كانت بتقام بنظام باستو فايف يمكن أقيمة المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية يعني على رغم من خسارة النادي الأهلي ولكن الحقيقة أنه هو أدى أداء قوي جدا الفريقين أدى أداء قوي ولكن الحظ لم يحالف النادي الأهلي وانتهت المباراة بنتيجة 71.65 تقام المباراة المقبلة إن شاء الله غدا الخميس 10 يونيو وإن شاء الله يكون يعني يلفوز من يعني نصيب النادي الأهلي خاصة بعد تعليمات البرتغالية ماريو بالما اللي كمان يعني شدد على العيبة أنه لازم يكون فيه تركيز بكر عشان النادي الأهلي يعود الخسارتين اللي فاتوا دي كانت كل أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة بشكرك جدا يا كريم بشكر كل الجمهور كمان لعودة لك مرة أخرى إحنا اللي بنشكر جزيل الشكر زمالتنا العزيزة مريم سميح مش حلو أول خبر الأخراني اللي سمعناه المتعلق بخسارة النادي الأهلي من الاتحاد السكنداري ولكن الخبر الحلو هو فكرة إن شاء الله هتكون فيه عودة وبإذن الله تكون عودة قوية لأفشة من اللعيبة اللي بيعمله فرق جبير الحقيقة ودايماً تحركاته بتثمر عن خطورة بتتشكل على الفرق المنافسة وخصوصاً لما بيكون فيه وفي الفورما فطبعاً بنتمناله كمان يعني تمام الشفاء واكتمال الجاهزية الفطرة الجاية إن شاء الله